أعلنت وزارة الصحة البريطانية ترخيص استخدام لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون أن جونسون الأمريكية ويعطى بجرعة واحدة وضيفة لقاحاً رابعاً إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالقرار كما شدد على الدوري المهم الذي سيلعبه اللقاح في حملة التطعيم حسب وصفه من جهته قال وزير الصحة البريطاني مات هونكوك أن الحكومة تأمل بأن يلعب لقاح جونسون أن جونسون دوراً مهماً في الأشهر المقبلة في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم في ظل قلق من ازدياد الإصابات بالنسخة المتحورة الهندية من الفيروس يذكر أن بريطانيا قامت بطلب 20 مليون جرعة من هذا اللقاح وفي خطوة جديدة نحو الوصول إلى مناعة القطيع وتحجيم الجائحة أقرأت جكالة الأدوية الأوروبية استعمال لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كوفيد 19 في تطعيم الأطفال من سن الثانية عشر فأكثر ما يمهد الطريق أمام طرح أوسع للقاح بعد موافقات مماثلة في الولايات المتحدة وكندا توصية الوكالة هذه تأتي بعد مرور أسابيع على البدي في تقييم توسيع نطاق استعمال اللقاح ليشمل المراهقين بين 12 و 15 عاما مشيرة إلى أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي ستقرر ما إذا كانت ستطاعم هذه الفئة العمرية ومتى ستفعل ذلك قررت جامعة أوكسفورد البريطانية جمع الخبراء الأكاديميين والأخصائيين والحكوميين من جميع أنحاء العالم لمكافحة الأوبئة في المستقبل وذلك لمنع الوقوع في نفس الأخطاء التي حصلت مع بداية ظهور فيروس كورونا وقالت جامعة أوكسفورد في بيان إن مركز العلوم الوبائية سيجمع باحثين من الجامعة في تخصصات تتراوح من علم المناعة والصحة العامة إلى الحوسبة والعلوم الاجتماعية في محاولة لتحسين التعرف السريع على التهديدات الناشئة والاستجابة لها وسيسعى المركز إلى تكوين شراكات مع خبراء في جميع أنحاء بريطانيا ودول أخرى على أمل تجنب السياسات المفككة والمنافسة الدولية التي أبطأت الاستجابة لكوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر